حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الإعجاز العدد لا يقتصر على كتاب الله تبارك وتعالى بل هناك إعجاز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أروع حقائق الإعجاز العدد في القرآن ما نقرأه حول العددين 7 و 19 وقلنا إن العدد 19 ذكر في القرآن قال تعالى عليها 19 لذلك أيها الأحبة دعوني أتأمل معكم يعني في السنة النبوية هذه العبارة عبارة الاستغفار أستغفر الله العظيم هذه العبارة أيها الأحبة لو قمنا بكتابتها هكذا أستغفر الله العظيم وقمنا بكتابة حروف كل كلمة تحتها أستغفر ستة الله تعالى أربعة العظيم ستة هذا العدد قرأناه كما هو 646 نجد أنه يساوي 19 في 34 مضاعفات العدد 19 يعني حتى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا الكلام منظم الآن لدينا الكنز من كنوز الجنة كما أنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهي عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه العبارة لو قمنا بعد حروفها نجد أنها تتألف من 19 حرفا سبحان الله عبارة لا إله إلا الله هي أهم عبارة يقولها الإنسان خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله انظروا أيها الأحبة لو كتبنا عدد حروف كل كلمة تحتها لا اثنان حرفا إله ثلاثة ألف لامها إلا ثلاثة الله تعالى أربعة هذا العدد من مضاعفات 19 مرتين 19 في 19 في 12 والعدد 12 هو عدد حروف لا إله إلا الله أصلا يعني لا إله إلا الله تتألف من 12 حرف 2 و 3 و 5 3 و 8 و 4 و 12 حروف لا إله إلا الله 12 عندما نصف هذه الأرقام التي تمثل حروف كل كلمة نصفها هكذا يتشكل لدينا عدد أربعة تلاف و تلاثمئة و تلاثمئة و تلاثين هذا العدد يساوي تساطعش ضرب تساطعش ضرب اطنعش يعني مضروب بالعدد تساطعش مرتين مضروبا بالعدد اطنعش وهو عدد حروف لا إله إلا الله سبحان الله النبي كان يقول غالبا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه العبارة تتألف من تساطعش كلمة أيضا سبحان الله طبعا هنا يعني العدد تساطعش والعدد سبعة لهما إعجاز كبير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بدايات لبحث نتمنى يعني من إخوتنا أن يتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لنجد أن كلامه عليه الصلاة والسلام هو كلام محكم ومنظم ومرتب ويتفق مع النظام الرقمي القرآني مما يدل على أن الذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى هو الذي ألهم هذا النبي أن ينطق بهذه الأحاديث وقال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر